اشتركوا في القناة بوشير العمل بالمحطة في عام 2010 المحطة بلغت الكلفة الاجمالية للمحطة 125 مليون بيدي كل ايام اضافة الى كلفة للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية المستوردة من خارج القطر بكلفة اكثر من مليارين ونصف ليراسوري فمنذ حوالي اقل من ثلاثة اشهر استطاعنا ان نؤمن تسهيلات اللازمة لتوريد التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لهذه المحطة فالمحطة يصل اليها محورين الروسية الدغرامو لحويز ومحور ثاني كفرد بيل اسيانو لحويز محور الثاني بطول حوالي 11 كيلو متر ينتهيان الى محطة المعالجي هذون المحورين استاضعان جميع مصابات الصرف الصحي للقرى والمزارع المحيطة بهذه المحورين المشروع تقريبا منتهي كاعمال مدنية وعم يتم حاليا توريد اخر شحنات من التجهيزات وتركيبها والاعمال المدنية الباقي مرتبطة بتركيب التجهيزات المواصفات الفنية عم تتطبق بنسبة 90% فما فوق ان شاء الله خلال اقل من سنة يكون المشروع قيد الاستخدام اشتركوا في القناة